انطلقت بالقاهرة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن وقد شهدت الاجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية هذا إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة أهمية هذه الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية مستدامة ما بين مصر والإمارات والأردن دي كان تم توقعها في أبو ظابيو منذ شهرين تقريبا تدينا نشتغل على الفرص الواعدة الموجودة في بلدنا بحيث نحن ندرس تكون في مشروعات لديها تكامل مع الإمارات ومع الأردن تغطي الاحتياجات هذه الدول من الأمن الغذائي من المواد الغذائية من الأدوية من بعض الصناعات المستهدفة التي تم التوافق عليها بداية هذه الشراكة امطلقت من جمهورية مصر العربية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان كان قمة جمعة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين المعظم وأيضا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد من هنا كان التوجيه من القادة أن التوجه لعمل عربي مشترك الظروف التي يعيشها العالم يحتم علينا التحالف بهذه الطريقة بدأنا بهذا العمل أطلقنا المبادرة في الإمارات العربية المتحدة واليوم نجني ثمار هذه المبادرة المبادرة تنسجم انسجام كبير مع استراتيجية الصناعة التي أطلقتها مملكة البحرين في ديسمبر 2021 من هذا المنطلق وجدنا أنه من البديهي أن نكون عضو شريك وفعال في هذه المبادرة لنحقق المزيد من المكاسب وأيضا نحقق لمملكة البحرين المزيد من التجانس مع هذه الدول الثلاثة أهمية الشراكة طبعا أن نبني على المزايا التنافسية لدى دول الشراكة لتحفيز التنمية الصناعية وتطوير سلاسل المداد وحداث نقلة نوعية في التنمية الصناعية في المجالات ذات الأولوية اخترنا خمس مجالات رئيسية ذات أولوية منها قطاع الزراعة والأسمدة والأغذية قطاع الأدوية قطاع المنسوجات البتروكيمويات والمعادن استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندية واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية ودع الوفد الهندي لتفاقد تلك الفرص على أرض الوقع من جانبهم أجاد وفد اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندي بالإصلاحات التي اتخذتها الدولة لدعم مناخ الاستثمار نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التمونية وأكد المركز أن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة موضحا أنه قد تم زيادة دعم الخبز في موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 لأكثر من 22 مليار جنيه قامت الحكومة بترح كميات كبيرة من بيض المائدة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع اتحاد منتج الدواجن يأتي ذلك في إطار المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة اتباع ضواب التنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2022-2023 وفقا للاعتمادات المخصصة لها وأكد محافظ شمال سيناء ضرورة تحديد المشروعات ذات الأولوية وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا بعد استكمال المشروعات القائمة والهمة وكذلك الاستفادة من الخطط السابقة بعدم التعامل مع المقاولين المتأخرين في التنفيذ عن المواعيد المحددة نتحول إلى البورصة المصرية والتي تباينت مؤشراتها بختام التعاملات وتراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي فيما ارتفع مؤشر EGX70 و EGX100 وسط مشتريات محلية وقد تراجع رأس المال السوقي بنحو مليار وتسعمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى ستمائة واثنين وعشرين مليار وثلاثمائة وسبعة ملايين وعلى صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى تسعة ألاف ومائتي وستة وسبين نقطة وأغلق عند مستوى تسعة ألاف ومائتي وسبعة وثلاثين نقطة منخفضا بنسبة اثنين واربعين من مئة بالمئة وافتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1815 نقطة وأغلق عند مستوى 1824 نقطة ليرتفع بذلك بنسبة نصف بالمئة وكما فتح أيضا مؤشر EGX100 عند مستوى 2664 نقطة ليغلق عند مستوى 2662 نقطة ليرتفع بنسبة ثلاثة من عشرة بالمئة نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و88 قرش شراء و18 جنيها و96 قرش للبيع اليورو سجل 19 جنيها و33 قرش شراء و19 جنيها و41 قرش للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيها و79 قرش شراء و22 جنيها و89 قرش للبيع أمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و14 قرش شراء و5 جنيهات و16 قرش للبيع في حين سجل أريال السعودي 5 جنيهات وقرشين للشراء و5 جنيهات و4 قرش للبيع نتحول المشاهدين إلى أسواق المعادن النفيسة والتي تراجعت في أسعار الذهب عالميا مسجلة نحو 1723 دولارا للأوقية أما محليا فقد استقرت أسعار الذهب يسجل الذهب عيار 18 نحو 846 جنيها عيار 21 987 جنيها عيار 24 سجل 1128 جنيها في حين وصل الجنيه الذهب اليوم إلى 7869 جنيها نتحول المشاهدين إلى سريلانكا حيث أعلن وزير الطاقة والقهرباء عن فرض قيود على واردات الوقود بسبب النقص الحاد في الصرف الأجنبية هذا وقد عادت سريلانكا فتح المدارس مرة أخرى اليوم بعد أن أدى النقص الحاد في الوقود والإضطراب السياسي إلى إغلاقها لقرابة الشهر نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لصحر ونوها إليكم شكرا لك مروفة المليكي